السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحة السلام ان شاء الله دائما وابدا حبايبي ما رح اطول عليكم الفيديو اليوم رح نحكي عن موضوع لم الشمل الاصحاب الحماية يعني كل من معه حماية سنة او سنتين رح نحكي عن هذا الموضوع الموضوع شو بيتضمن بيتضمن انه اذا انت معك اقامة سنة او سنتين بتحسن تعمل لم شمل ولا لا اي واحد اثنين اذا انت عامل عقد زواج جديد بعد دخولك على المانيا بتحسن تعمل لم شمل ولا لا تمام رح احكيكم هلأ على النقاط عن هذا الموضوع وبنسبة ان شاء الله اعطيكم معلومات للناس اللي بدأت استفاد من الشريحة الحماية تمام ابل ما نبلش اذا بتريد اشتركوا بالقناة وعملونا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد المشاهدات يلا خلينا نبلش موسيقى 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 هلأ النسبة اللي معه اقامة حماية سنة او سنتين موسيقى اذا انت جيت على المانيا تمام اذا انت وصلت على المانيا وبأول مقابلة ساقلوك قالوا لك ان انت متزوج وقلت لهم ان اي انا متزوج يعني انت اجيت على المانيا ورح تسلمت حالك ورح تقدم لجوء اذا ساقلوك من مقابلة وقالولك ان انت متزوج قلت لهم انت ايه انك انت متزوج وبدك تعمل لمشة من لزوجتك تمام هلأ وقت انت بتقولهم هاي الحالة هاي القصة بعد ما تروح بقى تنتظر ويجيك الرد من المحكمة يبعتولك مثلا اقامة حماية سنة تمام قبل سنة 2018 كان كل مين معه حماية سنة ولا سنتين قايل انه متزوج ولا ما له قايل انه متزوج ما بيحق له يعمل لمشمل تمام بس بعد 2018 طلع قرار وسمحوا لكل مين جاي على المانيا ومخبر بالمقابلة من عند دخوله بالمانيا مخبر انه متزوج تمام واخد حماية بيحق له يعمل لمشمل لمرته وولاده تمام هاي النقطة يعني كل من اجي على المانيا وقال بالاول مقابلة انه ايه انه هو متزوج بيجيب مرته وبعد بقرار حصل على حماية سنة او سنتين بيحسن يعمل لمشمل لزوجته او لولاده تمام هاي واحد اتنين بالنسبة للناس اللي اجت على المانيا وصلت على المانيا وقالت بالمقابلة الاولى من اول دخولها عند المانيا قالوا انه هن عزابية ما لهم متزوجين هدول الناس اللي قالوا انهم عزابية ما لهم متزوجين تمام بعد ما يجيون لقرار المحكمة اذا حصلوا على حماية سنة او سنتين بعد ما يحصلوا على حماية سنة او سنتين وراحوا عملوا زواج الوكالة يدي هو انا شرحت فيه بفيديو رح احطلكم الرابط بالوصف اللي بيحب يشوف الفيديو يشوفه فالناس اللي عم تعمل زواج الوكالة هلأ فيه ناس حتالي انه شو هات زواج الوكالة زواج الوكالة مثلا انا موجود بالمانيا وابدي اخطب مثلا بنت من سوريا مثلا او من الاردن او من لبنان او من الفلسطين او من اي بلد تمام انا وات بعمل زواج وكالة وات بعمل زواج وكالة وبتزوج زواج وكالة وبجيب هاي اللي وراء كلها ياتا وبروح على استنب بهودة او بروح على المنظمة عشان اعمل لمشمل القرار لمشمل عم ينرفض يعني هلأ هتقول لي انه ليش يعني يعني والله انه شي غريب يعني اللي اجا وحصل على الحماية سنة وكان اعيل انه هو متزوج يحسن لمشمل واللي اجا كمان حصل على الحماية وقال انه ما كان متزوج وبيعمل لمشمل ويتزوج مسلا ويجيب مرته لهون ممنوع ليش والله هذا مخ الالمان هيك مخون ما بعرف ملعب شلون يفكروا شلون بيحسبوه ما بعرف بصراحة تمام فالناس اللي عم تعمل زواج الوكالة ومسجلي انه هي عزابية من عند دخولها في الالمانيا اه طلبات لمشمل عم تتقدم وعم تنرف ايدي انا عم يقول لكم هذا الحكي ليش مشان الناس ما تعزب حالها الفاضي وتستنى وقت وتنتظر انتظار على الفاضي تمام طبعا هذا الشي اللي عم بيحكي لكم يا عن تجربة شخصية يعني ما عم بيحكي لكم هذا الشي انه والله اجا حدا حكا لي يا لأ عم بيحكي لكم هذا الموضوع عن تجربة شخصية زواج الوكالة واذا انت جاي وقايل لك عزابي قدمت على طلب لمشمل لمشمل عم ينرفض تمام وبحيث الفكرة تمام هلأ اه بالنسبة للسنة الجديدة اللي هي سنة 2022 في قرارات انطرحت بالبرلمان وانا شرحت بفيديوهات عن الموضوع هاد رح حط لكم كمان الروابط بالوصف اللي بيحب يشوف في فيديوهات يشوفها في قرارات طلعت بسنة الافيام اثنين وعشرين قيدة دراسة بس لهلأ ما نفزوا شي قالوا انه بدهم يسمحوا للناس اللي عندهم حماية لو بتزوجوا بعد انه مثلا زواج وكالة بعد دخولهم الالمانيا بدهم يسمحوا لهم يعني يصير معاملتهم نفس معاملة للناس اللي محها ثلاثة سنين او اللي محهم اقامة مفتوحة تمام القرارات لسه عم تندرس وما نزل ان شاء الله اول ما ينزل شي انا فورا بعمل فيديو بخبركم ان شاء الله طيب هلا شو الحلول الحل بالنسبة للناس اللي محهم اقامة اه حماية سنة وجاي ومسجن انه عزاب تمام الحل اول حل انك تعمل اه عواض طلب لمشمل تعمل طلب كفالة تمام اللي هو انه تعمل طلب كفالة تجيب زوجتك على احسابك وتكون انت الكفيل بهذا الموضوع تتكفل بمصاريفها وجايتها حتى اذا اجيت لهون انت تدفع التأمين الصحي اه تدفع مصاريفها ما بتاخد شي من الجوب سنتر كله انت ده تكون عامل تمام طيب هاد شلوم بدك تساوي اللي هو اسمه فرفلشتونج اكليونج تمام هذا الطلب اللي هو طلب الكفالة هاد شو شروطه رح اطلقكم رابط بالوصف كمان حاكي انا عدد دعوة دعوة شخص الى المانيا زيارة او البقاء دائما في المانيا رح اطلقكم الرابط كمان بس رح نشرح عن الموضوع هلا بهذا الفيديو كمان الشروط لازم يكون في عندك عقد عمل مفتوح تمام وتكون صارلك اقل الشي مشتغل ست شهور اه راتبك لازم يكون اقل الشي ساعتك اربط عشر يورو هلا على الغلاء اللي صاير صاير في غلاء يعني انت لازم تلحق ناتو تقريبا 1600 يورو اذا انت بدك تعمل دعوة لشخص واحد تمام ويكون في عندك اه شقة تكفي لشخصين اه وبدك تعمل تأمين صحي وبدك تعمل اه الهفت فليش فرزي شغونج تمام هلا بالنسبة له الهفت فليش فرزي شغونج هدا مالو الزامي بس بتعملوا افضل مشان اه حماية اكتر يعني عارفت كيف فهاي حطي حييني حكيت لكم انا هيك لمحة عن الشروط تشوفوا الفيديو زبطكم بالوصف حاكي انا شروط كله هاته اللي لازم تجيبوها هون بتعملوا دعوة كفالة بس تعملوا دعوة كفالة بتقدموا الطلب بلا بستنى بيهودة انه بقى بيدرسوا الطلب بيقولوا لكم انه في موافقة او ما في موافقة تمام هاي اول حل الحل التاني الاقامة المفتوحة الاقامة المفتوحة ازا بتجيب اقامة مفتوحة ما عندك مشكلة بامكانك تعمل لم شمل حتى لو متزوج بعد دخولك على المانيا يعني مثل هلا مسلا واحد فات على المانيا بسنة الالفين واربطعاش وقال انه هو عزبي ووصل على المانيا حصل على اقامة اه ثلاثة سنين بيحسن يعمل لم شمل لو متزوج زواج وكالة او بدي يكون معه اقامة مفتوحة لحتى يحسن يعمل لم شمل لو زواج وكالة انه زواج جديد بعد دخوله من الالمانيا تمام؟ اما الحماية السنة والسنتين ممنوع عم يمنعون انا عم اقلكن هذا الشي مشان تريحوا راسكن ومضيعوا وقتكن على الفاضي تمام حبايبي؟ وبالنهاية رح لكم شغلة نصيحة من اخ لكم ان شاء الله لا تأمنوا بالنظام الالماني يعني لا حدا يتأمل كتير من النظام الالماني لانه النظام الالماني كل موظف بيمشي على كيفه في نظام على عيني وراسي بس اللي موظف وتبيحب يوقف لك شغلة يوقف لك ياها طبعا كله بالاول وبالاخر هو ترتيب رب العالمين بس هون اللي موظف اذا هو يحب يوقف لك معاملة ولا يوقف لك قصة ولا شغلة يوقف لك ياها بكل سهولة فلا تتأملوا كتير من النظام الالماني تمام؟ صراحة لانهن عندن قرارات غداية يعني بيجيك قرار بكركبة بيغير لك كل جدول حياتك وكل جدول امورك يعني بيخربتك خربطة تكون انت عم تحسب شي وعم تساوي شي وميجيك مسلا قرار هيك فجأة بفاجء ما بتعرف شو هو القرار طبعا ان شاء الله ربي هيك ما بيضرنا ولا بيضركم بجاه سيدنا محمد حبايبي هذا الفيديو كان طبعي اليوم ان شاء الله قدمتلكم معلومات استفادوا منها اذا عندكن اي اسئلة حاضرين ان شاء الله اكتبولي بالتعليقات بتشكركم لحس المتابعة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو وتفعلوا وزر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته